أنا القدوة أنا القدوة سباح الخير سباح النور عزيزان المستمعين اللي برونشي معانا تواعد 90.3 برنامجكم الأسبوعي أنا القدوة اللي كل مرة نحاول نجيبه فيه صغير عنده إبداع في أي مجال وحنا نحاول نقدمه ونشجعه اليوم باش تكون حاضرة معانا الدنيا باش تحكيننا على غرامها والحاجة اللي تميزها وإن شاء الله الصغيرات الكل يتبعوها وتكون قدوة لهم سباح الخير دنيا سباح الخير دنيا تقدمنا روحك الساعة مرلول أنا اسمي دنيا بيوض عمري عشرة سنين فاش تقرأ دنيا؟ نقرأ في السنة خامسة تقرأ سنة خامسة دنيا انتي تباركالله متميزة في قرايتك هكا ولا؟ قداش معدلك؟ 18.10 صحيح دنيا انتي دجا معناها تميزك في قرايتك كذا وعندك غرام اخر تابع الحاجات هذه اللي هي القراية شنو غرامك غرامي المطالعة انتي غرامك المطالعة والمطالعة مش في حد ذاتها مطالعكها والمطالعة عملت بها حاجة مزيانة برشا صحيح عملت برشا مسرحيات من مجلة انتي دجا عملت مسرحيات هكا من المجلة بي احكينا كيفاه جيتك الفكرة وكيفاش اتطورت من بعض لين ولات مسرحيات انا معناها في مدرستي فهمها استاذا اسمها فاطمة الكشاو معلمتك فاطمة الكشاو اي تقري سنة ثانية تعطي المجلات والمجلات هذوكم فيها برشا حاجة معلومات وقصص وكل شيء اه معناها انا في المجلة ديك عجبتني قصة اللي هي القصة اسمها ارض الاسود اذي المسرحي اللي مثلتها انتي وصحباتك اسمها ارض الاسود مثلتها انا وصحباتي اه حبيت نثريها انا ثريتها ومبعد تدربنا عليها في الدار ومبعد معناهم مشينا مثلناها مثلتها ودجا عملتها في فيديو المجلة دجا فرحت بكم على الاخر وعطتكم اشتراك سنوي في المجلة هكا ولاي دونيا وليت كل شهر ديكم المجلة هذيه ديك للدار المجلة هذي انتي شنو كان الدور متاعك في المسرحي دور متاع الجدة والراوي تعطينا هكا برييف مو دونيا علش نية العبرة اللي خذيتها من المسرحيه ذي باش دجا الصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا ومش معناها مثلت مسرحيه وإلا انتي قريت قصه جوست هانك قريتها بركة ومريت عليها مر الكرة دونك فاما اي مسرحيه واي قصه فيها عبرة بالطبيعة اي انا في العبرة هذي متاع ارض الاسود معناها يلزمنا كما نقوله نحافظه على وطننا وكل شيء حب الوطن الحب الوطن يزموا يترسخ فينا انشجعوا الصغيرة عدوما باش يقراوا القصه ذي اللي هي ارض الاسود دجا قصه تحفونه ممتازه برشا وانتي دجا دونيا انتي وصحباتك كم مثلته المسرح هي الزتتو قطلي انتي اثريت هالقصه معناها ماخديت هاش كما هيا زيت فيها حوايجه اخر هكا ولاي دجا المجله فرحت بيكم وعالاخر وعجبتها نبه دنيا انتي عندك غرام اخر ولا تكتفيه كان بالمطالعة وبالقراية اكهاء كان بالمطالعة معنى انتي طفلة صغيرة مغرومة بالمطالعة دجا انتي عمرك عشر سنين تبارك الله وقرية برشا قصصه وقرية برشا مجلات وتحاول الوقت الفراغ متاعك اش تعمل فيه دنيا الوقت الفراغ متاع نطلع قصصه وناخذ منهم برشا عبارات نبه تاخو منهم برشا عبارات باش تثري بهم الانتاج متاعك هكا ولا الانتاج الكتابي تبدأ في المدرسة تثري به بالقصص اللي موجودة عندك وكل موضوع يجيك تعرف انتي شنو تكتفيه هكا ولا نبه دنيا دجا انتي تبارك الله عليك وتقرى برش كيف يجيك الغرامة ذي متاع المطالعة انا من اللي صغيرة معناها كنجي نرقد مما تقرأ لي برشا قصص ومعناها قصص متاع صغار كي كبرت معناه وليت نقرأ واحدي وتغرمت تغرمت بالقرأة متاع القصص مطالعة متاع القصص دونك معناه من هنا يا انتي دنيا توجه نداء الصغيرات الكل اللي قاعدين توا يقرأوا ونقولولهم بالحق اقرأوا القصص راه القصص تنمي الذكاء وتخليك نهار اخر تبدع في المجال متاعك في اي مجال دجا انتي تختارو انتي دجا مش كمغرومة كان بالعربي باركا هكا ولا دنيا مغرومة بالفرنسي تقرأ زيدا قصص بالفرنسي هكا ولا وتحبت مثل مسرحية وإلا ليه دجا قاعدة تحضر المسرحية جديدة توا بالفرنسي هكا ولا انتي وصحبات شكون هما صحباتك بالمناسبة قدمولهم تحية دنيا خطر هما اللي مثلوا معاك كانوا جزء اساسي في المسرحية متاعك اسليم عبيدة رانال معالش دوما صحباتك اللي مثلوا معاك في ارض الاسود ومثلوا معاك دجا في المسرحية اخرى ودجا قاعدين توا تحضروا المسرحية جديدة يعطيك الصحة دنيا شنو تحب تطلع عنها رايخور دنيا جينيكولوج تحب تطلع جينيكولوج علش؟ كيكا غرامي كيكا مليان صغير معنين حب نطلع طبيبة جينيكولوج ملي انتي صغيرة تحب تطلع جينيكولوج كيما كيما عمتك هكا ولا دجا قتلي عمتك هي جينيكولوج تحب تطباحها وتطلع كيفها ما شاء الله عليك دونيا يعطيك الصحة انتي بنوطة صغيرة لكن احلامك كبيرة ان شاء الله يا ربي تكبر وتحقق الاحلامة دين بتاعك الكل نقول لك تبع الحلمة بتاعك وتبع الغرامك دجا انتي طفلة متميزة دجا في القرية بتاعك ان شاء الله يا ربي بالتوفيق وبالنجاح حاجة اخرى دونيا كيفاش تقسم وقتك ما بين القرية ما بين المطالعة ما بين الهويات متاعك؟ انا معناي كي روح من المدرسة مثلا نمشي نرتاح شوية بعد نمشي نقرأ قراية متاع المدرسة كاملة بعد كي نفديت حاجة كما هكا نمشي نطلع قصة طالع قصة دجا انتي دونيا معناها ما قلتنيش على الغرامتك لهي الموسيقى هكا ولا علش تحب تخبيها الغرام هذي مازلت انتي جديدة دجاك تخلت معناها تتعلم في الموسيقى شنية اللي تعزف علي؟ بيانو بيانو انتي مازلت في الخطوات الاولى متاعك هكا ولا والسابنت نجم تعزف معناها؟ شوية مازلت مازلت في البدايات متاعك ان شاء الله ان شاء الله هكا تشدوا الغرام هذي وبشوية بشوية تطلعنا حاجة كبيرة من بعد دجا انتي متعديدة المواهب هكا ولا؟ هاي تحب تعمل برشا حاجات وان شاء الله تتوافق فيهم الكل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي خيتي من دونيا لشكون تحب تقدم التحية؟ قدم التحية ماما وبابا اللي شجعوا كانوا معناها غرسوا فيك البذرة متاع النجاح يا دونيا هكا ولا هما كانوا النويتلو لنا هاي شكون اخو؟ عائلتي كاملة اه واخوتي وكل يعطيك الصحة دونيا شكرا لكم عزقنا المستمعين اللي كنتوا اتبعوا فينا جي ما نقولوا بالحق الصغير كانت تحبه مبدع تبع له الغرام متاعه بالضبط شنو هو يحب يطلع شنية المميزات متاعه؟ شكرا لكم مرة اخرى عزقنا المستمعين الفيديو ان شاء الله تقعوا على الباجوفيسي الفيسبوك ايه الحياة في ام كانت معكم ارواغيث كوتي ميكرو نوفل الشرطاني في الاخراج التقني محمد ضياء فجرية امنلكم الديجيتال